أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الاعتمان منخفض التكلفة بالنسبة للدول الأفريقية ووصفه بأنه ضرورة كبيرة نتيجة لكبر حجم المخاطر في أفريقيا وهما يتناسب ترضيا مع مخاطر الاعتمان مما يصعب من عملية الخروج من الفقر التي أصبحت معادلة صعبة جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية بعنوان تجارب تنموية في مؤاجهة الفقر من جهتها استعرضت وزيرة التخطيط هالة السعيد مؤشرات الفقر وكيفية الحد منها تبقى الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 20-30 وأجندة مصر 20-30 والأجندة الأفريقية 20-63 واشدت الوزيرة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة كأكبر مشروع تنموي في العالم يستهدف تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر